السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 28 الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج القوس إذن القمر راح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 39 دقيقة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 9 و5 دقائق صباحا بتوقيت جرينج من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة وبما أن القمر اليوم موجود في برج القوس إذن اليوم أيضا بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص قارج البلاد وتعتبر هاي الفترة منتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرانج من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي الزاوية لها تأثير خمس أيام سابقة ومستمرة لخمس أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانج بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وبتزيد من اندفاعنا وشهوانيتنا وحبنا للملذات والاستمتاع بالحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كمان وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبيزيد من ميننا للعلوم الطبية والأستاذة أو الأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحول برضو بيعطي انه هاي فترة مناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات والدعاوة القضائية بشكل ودي طبعا هاي الزاوية لها تأثيرات ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسع دقائق بعد العصر بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثلاث وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه أيضا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعة يوم الغد بيبدأ الساعة 55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينش وبينتهي الساعة 9 و38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 6 أيام الساعة 8 و46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينش نبدأ باليوم السابع نسبة الإضاءة 31% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 70% الآن ساعة المساء سعيد بنسبة 60% القمر في القوس حتى يوم 19 منتحس الآن بنسبة 40% ساعة الفجر منتحس بنسبة 25% ساعة الظهر منتحس بنسبة 50% أما في ساعة المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في الميزان حتى يوم 13 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء لآخر يوم بالحركة الأمامية لأنه يوم الغد رح يبدأ بعملية التراجع منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15 11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبرضو بكمون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي الليوني والتفكير الموضوعي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود مقابلك إذن هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكنها بتظلها فترة سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة فممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات ما عليك إلا ضبط النفس وتأجيل الموضوع لحديث ما ترتاح شوي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضا بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل أو ما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيدخل الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وصحيح الأخطاء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أو صحية لأحد أفراد العائلة أهم شنك ما تتهرب من المسئولية والأجواء شوي عدائية ومتوترة وبرضو بدك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا بالسفر والاتصالات أيضا اليوم وهذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جري في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدرتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين بصرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات فهذه الفترة فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية أيضا هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة ووقعية في حل بعض الأمور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدل من المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وترتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو من نسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح من صفقة من مشاركة من أشياء من هذا القبيل ولكن حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل يوم الغد لأن القمر رح ينتقل لبيت متاعبك اليوم بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوطه بيطمئن بالك برج الحد بالنسبة لموليد برج الحد هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها منك بعض الأشخاص اليوم ممكن يعزز علاقته بالمسؤولين وممكن يحصل على شيء يعني ما كان يتوقعه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء